بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد ومادة اللغة العربية عنوان الدرس الجملة الإسمية الجزء الثاني هذا الدرس يندرج تحت مهارة الكلمة والجملة هيا فلنبدأ بداية دعونا نتذكر بعض القوانين الصفية أولا أجلس جلسة صحيحة أضع يدي على الطاولة أنظر إلى المعلم أو المعلمة أستمع إلى المعلم أو المعلمة جيدا أنصت للمعلم في أدب أستأذن عند أداء أي عمل أرفع يدي قبل أن أتكلم أنتظر دوري وأحترم الآخرين طلاب الأعزاء هيا فلنبدأ درسنا لهذا اليوم بعنوان الجملة الإسمية بداية هيا نتعرف على الأهداف أهداف الدرس أن يحدد الطالب الخبر تحديدا سليما ثانيا أن يميز الطالب نوع الخبر في الجملة الإسمية المحددة بشكل صحيح عزيز الطالب أنظر إلى الصورة التي أمامك ماذا ترى؟ بنت؟ حديقة؟ أحسنت؟ الحديقة جميلة أنظر إلى الصورة الثانية أحسنتم الطلاب يلعبون في الحديقة هيا نتذكروا ركني الجملة الإسمية أحسنتم الجملة الإسمية لها ركنان المبتدأ والخبر الحديقة مبتدأ جميلة خبر لماذا؟ مبتدأ نعم لأن المبتدأ هو الذي يأتي في بداية الجملة أما الخبر فهو الذي يتمم معنى الجملة أحسنتم هيا نتذكروا أركان الجملة الإسمية المبتدأ الخبر المبتدأ ماذا؟ أحسنتم المبتدأ هو الإسم الذي نبدأ به الجملة ويحتاج إلى الخبر الخبر هو الذي نخبر به عن المبتدأ ويتمم معنى الجملة والآن طلاب الأعزاء هيا بنا نكمل الجملة التي أمامكم لخبر مناسب المؤمن صادق أحسنتم الخبر هنا صادق وهو كلمة واحدة نوع الخبر هنا مفرد أحسنتم تأتي بجملة أخرى أو بالخبر آخر هيا نفكر أحسنتم رائعون يصدق في قوله هنا الخبر ماذا؟ أصبح يصدق من يصدق؟ المؤمن لذلك لكل فعل فاعل وهنا الفاعل مستاتر تقدير هو العائد على المؤمن هنا الخبر نوعه جملة جملة فعلية أم اسمية؟ أحسنتم جملة فعلية والآن افتح الكتاب صفحة ست وعشرين وقرأ الجمل الآتية وقارن بين الكلمات التي تحتها خط في المجموعتين المجموعة الأولى الأنهار نعمة من نعم الله وهي آية عظيمة من آياته المجموعة الثانية الإنسان العاقل يحافظ على ما وهبه الله تعالى هو يقدر قيمة نعن الله الآن هيا نقارن بينهما ماذا تلاحظ؟ نعم كل جملة في المجموعتين بدأت بإسم نعم الأنهار نعمة الأنهار اسم لذلك نسميها جملة اسمية الخبر في الجملة الأولى الأنهار نعمة لاحب أن الخبر في المجموعة الأولى نعمة أو آية قد جاء اسما مرفوعا وليس جملة وهنا كلمة واحدة فنسميه خبر مفرد أحسنتم لاحظ أن الخبر في المجموعة الثانية يحافظ أو يقدر وقد جاء جملة فعلية تتكون دائما من فعل وفاعل أحسنتم هيا نكرر نعمة نعمة آية خبر مفرد لذلك نسمي الخبر المفرد هو اسم يدل على المفرد أو المثنة أو الجمع ويكون مرفوعا الخبر المفرد هو كلمة واحدة كلمة واحدة يحافظ يقدر نوع الخبر جملة فعلية جاء الخبر جملة فعلية تتكون دائما من فعل وفاعل الآن هيا بنا حدد المبتدأ باللون الأزرق والخبر باللون الأحمر وحدد نوع الخبر في الجمل الآتية هيا طلاب الأعزاء نفكر نقرأ الجمل أولا ثم نحدد المبتدأ ونوع الخبر هيا بنا المهندس يخطط لعمله الطالبات مجتهدات الطفلة ترسم في اللوحة الكتب مفيدة للعقل هيا طلاب الأعزاء المبتدأ في الجملة الأولى المهندس أحسنتم الخبر يخطط ما نوع الخبر هنا طلاب الأعزاء أحسنتم نوع الخبر هنا جملة فعلية مثال آخر المبتدأ الطالبات أين الخبر رائعون مجتهدات ما نوع الخبر الخبر هنا كلمة واحدة أحسنتم إذن فهو خبر مفرد هيا الجملة الثالثة أين المبتدأ نحن نعلم أن المبتدأ هو الذي يأتي في بداية الجملة الطفلة هي المبتدأ رائعون أين الخبر ترسموا ترسموا فعل أم إسم أحسنتم فعل أين الفاعل ترسموا الطالبة إذن الفاعل هي تعود على الطفلة ما نوع الخبر هنا نوع الخبر جملة فعلية أحسنتم الجملة الأخيرة الكتب مفيدة للعقل أين المبتدأ الكتب أحسنتم أين الخبر مفيدة ما نوع الخبر هنا رائعون نوع الخبر مفرد افتح الكتاب صفحة 28 املأ الفراغ بالإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية مدينة الدوحة أحسنتم جميلة الشكر يديم نعم الله علينا الطالب النشيط يؤدي واجبه أحسنتم والآن طلاب الأعزاء أكملوا الجمل الآتية بما هو مطلوب منكم العلم هات خبر مفرد هات خبر مفرد ماذا نقول أحسنتم العلم نور أصديقه ماذا أحسنتم يعاون صديقه في كل شدة خبر جملة فعلية المواطن الصالح ماذا أحسنتم يشتري منتجات بلاده خبر جملة فعلية الكاتبان أحسنتم بارعان خبر مفرد والآن طلاب الأعزاء أمامك نموذج إعرابي هيا نقوم بإعراب الكلمات التي حفاها خط أعرب الكلمات التي تحفاها خط فيما يأتي مستفيدا من النموذج الكالب المستقبل قادم بخيره وشره والعاقل يعرف كيف يستعد له بالعلم والعمل المستقبل قادم المستقبل مبتدأ أحسنتم قادم رائعون خبر المبتدأ مرفوع دائما المبتدأ والخبر مرفوعا وعلامة رفعه الضم الظاهرة الكلمة الثانية يعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والفعل ضمير مستتر التقدير هو وجملة الفعلية من الفعل والفعل أي من يعرف هو في محل رفع خبر المبتدأ نموذك إعراض آخر هي الصحة نعمة هذه جملة اسمية إذن الصحة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم أحسنتم نعمة رائعون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة مثال آخر المؤمن يتوكل دائما على الله هذه جملة اسمية المؤمن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة يتوكل أحسنتم فعل مبارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة والفعل ضمير مستدير التقدير هو عائد على من عائد على المؤمن إذن الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ المؤمن أحسنتم والآن طلاب طلاب الأعزاء قاعدة الجملة الاسمية رقنا الجملة الاسمية المبتدأ والخبر كما تعلمنا المبتدأ هو الذي نبدأ به الجملة أما الخبر فهو الذي يتمم معنى الجملة ويخبر عن المبتدأ وهناك بعض أنواع الخبر مثل الخبر المفرد أقول الطالب مشتهد الطالبان مشتهدان الطلاب مشتهدون النوع الثاني الخبر جملة فعلية أقول الطلاب يشتهدون في دراستهم والآن ماذا تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا الخبر يرفع بالضم إذا كان مفردا ويرفع بالألف إذا كان متن ويرفع بالغاو إذا كان جمع مضاك كريم سالما مثلا الطالب مشتهد الطالبان مشتهدان الطلاب مشتهدون الخبر يأتي إما مفردا أو جملة كما درسنا وفي الختام أشكر حسن استمعكم طلاب الأعزاء وفي لقاء آخر مع درس آخر من دروس التعلم عن بعد طلاب الأعزاء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم